اهلا بكم الى موجزه اخبار الان اقدم مقاتلون من تنظيم داعش صباح اليوم على ذبح 14 جنديا من قوات الجيش الليبي جنوب غربي البلاد وفق ما ذكرت مصادر امنية للجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر واكد مصدر عسكري لوسائل اعلامنا الحادثة وقعت في احدى الوابات التابعة للجيش في الطريق الرابط بين مدينتي سبهة والجفرة قال المكتب الاعلامي لقوى الثورة والمعارضة في سوريا ان نحو 50 مدنيا قتلوا بغارات روسية على تجمع للنازحين شرقي مدينة حما وسط البلاد وافاد ناشطون ان طائرات روسية ارتكبت مجزرة مروعة في ناحية عقيربات شرقي حما اسرى غارات جوية استهدفت تجمعا للنازحين قامت عائلة الفنانة السورية الراحلة فدوى سليمان واصدقاؤها اليوم بتشيعها في العاصمة الفرنسية باريس داخل مقبرة مونتوري ووفق بيان العائلة فان حفلة تأبين اخر سيجرى في مكان عام اتم تحديده قريبا السبت المقبل وتوفيت الفنانة السورية الخميسة الماضي وهي من موليد عام 1970 بعد معاناة طويلة مع مرض عضال ونعاها الالاف من السوريين اعلنت خلية الاعلام الحربي العراقية قتل 37 ارهابيا وتدمير ثلاثة مواقع لتنظيم داعش في قضاء تل عفر بحسب بيان نقلته وسائل اعلام عراقية واضاف البيان ان طائرات قوات التحالف الدولي نفذت 30 ضربة جوية 29 ضربة منها في قضاء تل عفر قتل انتحاري من جماعة طالبان خمسة مدنيين واصاب 25 اخرين بجروح في جنوب افغانستان في هجوم نفذه بسيارة مفخخة فجرها في موقف سيارات قرب مقر الشرطة الرئيس في لاشكركا وذلك بحسب ما اعلن المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند من جهته قال مدير المستشفى المحلي ان 38 جريحا نقلوا الى المستشفى معظمهم من تلاميذ المدارسة قتل مسلح جماعة بوكو حرام المتطرفة ستة رجال في قرية بشمال شرق نيجيريا وقد تسلل تسعة من مسلحية جماعة المتطرفة الى قرية كيجي ماتاري في شمال شرق ولاية بورنو واقتحموا بيوت الرجال الستة بما فيهم زبيت زعيم القرية وذبحوهم جميعا قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ان بلادها ترى مؤشرات تهدئة في الازمة بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي وان بقي الوضع معقدا وحساسا على حد تعبيرها محذرة في المقابل بان العقوبات الامريكية الجديدة لا تساعد في التوصل الى حل نهاية المجز اشكر لكم سيبا المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة